يعد التعاون المصري السعودي حائط صد منع من المخاطر التي تهدد الأمتين العربية والإسلامية فالعلاقة بين القاهرة والرياض تتسم بالتمايز في جميع مجالات التعاون الأمر الذي يعد نموذجا يحتذى به في الدول العربية والإسلامية مصر والسعودية جناح الأمة وقلبها النابد فقيادة البلدين أخذت على عاطقها همومة وآمال الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج في تطابق نادر للرؤى وتشعور مستمر لتوحيد التعامل مع كافة القضايا العربية والمستجدات الإقليمية والدولية ناهيك عن تعاون وشراكة استراتيجية تغطي كافة مجالات التعاون العلاقات المصرية السعودية تضرب بجذور قوية في التاريخ ففي أكتوبر عام 1955 وقعت البلدان اتفاقية دفاعا مشترك وخلال العدوان الثلاثية على مصر عام 1956 وقفت المملكة بكل ثقلها إلى جانب مصر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية بالإضافة إلى دعم مثمر خلال حرب أكتوبر المجيدة وبالمثل كانت مصر سيفا ودرعا لكل ما يهدد أمن السعودية خاصة والخليج عامة عبر تواجد استراتيجي نزع فتيل الكثير من الأزمات وتعاون عسكري مستمر ترجمته عشرات التدريبات العسكرية المشتركة فوحدة الموقف والمصير المشترك هي المحرك الرئيس لقيادة البلدين تجاه ما يؤرق أمتنا العربية من قضايا قيادة البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز عاملا كذلك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشركة الاستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق المصري السعودي الذي وقع عشرات الاتفاقيات بين البلدين كان أحدثها خلال الزيارة الأخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والتي تضمنت صفقات واتفاقيات استثمارية وتجارية ضخمة بلغت ثمانية مليارات دولار كما تم الإعلان عن عزم المملكة السعودية قيادة استثمارات في مصر تبلغ قيمتها 30 مليار دولار اتفاقيات تعازز ما يجمع مصر والسعودية من علاقات اقتصادية متينة حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال الفترة من 2016 إلى 2021 حوالي 47.7 مليار دولار وتتواجد بمصر أكثر من 6000 شركة سعودية مقابل نحو 800 علامة تجارية وشركة مصرية بالأسواق السعودية ويأتي مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي ضرة التاج لتعاون القاهرة والرياض حيث يسهم عند تشغيله في تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية السعودية والاستفادة المثلة من قدرات توليد الطاقة في مصر كما يمكن البلدين من تحقيق مستهدفاتهم الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن المذيج الأمثل لإنتاج الكهرباء العلاقات بين مصر والسعودية ليست فقط علاقات دبلوماسية وتعاون تجاري بل هي علاقات تأخي بين شعبين صهراء معا ليكون وجدان الشخصية العربية بمورثاتها وتموحاتها نحو غد أفضل ولعل خير دليل على ذلك استضافة مصر لحوالي مليون مواطن سعودي على أراضيها لتكون أكبر جالية سعودية بالخارج في المقابل يتواجد حوالي واحد وسبع من عشر مليون مصري بالسعودية كما كانت مصر قبلة طالب العلم في السعودية عندما أمر الملك عبد العزيز عام 1927 بإفادة أول دفعة دراسية إلى مصر وحاليا تستضيف جامعات مصر آلاف من الطلبة السعوديين التعاون المصري السعودي حائط صد منيع من المخاطر التي تهدد الأمتين العربية والإسلامية في وقت باتت التحالفات هي طوق النجاة وسط طلاطم لأمواج الأزمات الإقليمية والدولية